ترجمة نانسي قنقر ومنافسة قوية وجرى تتويج الفائزين بعد ختام المرحلة الثانية حيث حاز المركز الأول على مستوى البحرينيين الدراج حسين عقيل ثامر من فريق بحرين جوينت والمركز الثاني محمد عيسى الغيص من فريق فيكتوريوس والمركز الثالث محمد حسن جواد من فريق فيكتوريوس وعلى مستوى سباق الفئة المفتوحة للبحرينيين والخليجيين والأجانب المقيمين في المملكة احتل المركز الأول الدراج سعيد حسن من شرطة دبي والمركز الثاني للدراج أحمد مدن من فريق فيكتوريوس والمركز الثالث كان من نصيب إهلال جابر من فريق أبي أتش أذا واستطاع الدراج محمد عيسى الغيص المحافظة على صدارة الترتيب العام وأفضل زمن بالقميص الأصفر وحافظ أيضا على القميص الأحمر لأكثر النقاط فيما حافظ حسين عقيل ثامر من فريق بحرين جاينت على القميص الأزرق لتحت 23 عاما وعقيل ثامر من فريق بحرين جاينت حافظ على القميص الأخضر لصدارته المرحلة لفئة فوق 40 عاما وفي الفئة المفتوحة للدراجين من دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب حافظ على صدارة الترتيب وأفضل زمن الدراج إهلال جابر من فريق أبي أتش كما حافظ على القميص الرصاصي لأكثر النقاط فيما حافظ الدراج جاسم محمد من فريق نسيج على القميص البنفسجي لفئة تحت 23 عاما والدراج كيفين أوراندي من فريق فيكتوريوس حافظ على القميص الوردي لفئة فوق 40 عاما وسوف تقام المرحلة الثالثة يوم الجمعة في مراسل بحرين لمسافة 153 كيلومتر وسوف تجوب المرحلة عددا من مناطق البحرين اشتركوا في القناة